ومعينا دلوقتي مراسل قناة النادي الأهلي شريف شعبان من النادي الأهلي في الجزيرة من مختار التتش مساء الخير عليك يا شريف الساء الخير عليك يا شريف وعلى كل مشاهدي في قناة الأهلي في كل مكان عايز أعرف منك آخر كوريس تدريبات النادي الأهلي وستعداداته طبعا للقاء بكرة أصاد الترسانة في كاس مصر يمكن التدريب النادي الأهلي بس بادئ حالا يمكن سبق ومحاضرة من ميسيو كارتيرون والتبت محمد يوسيف وكاة التنسية الأمصان وطبعا والإندمن مع العديد خوالي خمس دقائق تتكلموا فيها عن غلق صفحة الاتحاد وتركيز فقط في موراة الغد أمامات التعصانة في الخامسة طبعا غد في سنة السلام ويمكن بعد محاضرة المستوامر ريتش ممكن من خمس دقائق أو أقل من خمس دقائق شوية بدأ اللاعبون الآن الجري الخفيف حول المنعب وكابتن مصطفى كمان أخذ الحراس علي لطفي وشيف إكرامي ومصطفى شغير لتدريب على جانب آخر من الملعب يمكن مازال التعيل مستمر لبساعد سامير لحصى معشور لمحمد نبيب لصلاح محسن يمكن وليد سليمان مشاركش في التمرين ولكن نظر الإيهاد يكتفي في تمرينات جيم الآن باقي اللاعبين موجودين في تدريب يمكن مؤمن شريف هل في ملامح للتشكيل اللي يخد به نادي الأهلي بكرة اللقاء؟ اليها فانت سمع هل في ملامح للتشكيل اللي يخد به نادي الأهلي بكرة اللقاء؟ لسه بشيبان دلوقتي وما لسه بداية التمرين ولسه فيه الإطالات ولسه فيه الجارب بشيبان دلوقتي ممكن في خلال التمرين يعمل تقسيمة وممكن يبال شاعتها ملامح للتشكيل لكن إلى الآن لسه لسه بداية التمرين ولسه الإطالات شغالة فبش باية ملامح للتشكيل طيب بدا بقى على حالة المصابين زي ما قلت لك حالة المصابين كان إن شاء الحضر من بوراه سعد سامير، صامع شور، نجيب، صلاح، محسن، أحمد فتحي كل دول شغالين على تدريبات شامعالي شغالين على تدريبات تأهلية مش هل حقه خالص في المباراة الوحيد اللي دخل النهاردة في التمرين هو مؤمن زكريا هو اللي عنده فرصة يلعب بكرة وليد سلمان ما شاركش ولكن وليد سلمان مجهد فبيلعب في الجيم شغال في المباراة جيم لكن هو اللي عنده فرصة في مباراة الغد شكرا لك شريف شعبان مراسل قناة النادي شكرا لك